السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء الثاني من الفصل الخامس سنتناول تطبيقات المواد السراميكية في كافة المجالات وستلاحظون أنها بداية قد تكون مخالفة لبعض من الفصول السابقة واللاحقة حيث أننا دائما ما نبدأ بمعلومة في الفصل تدعم المفهوم الأساسي لمسمى الفصل ألا وهو السراميك ماتيريال فأول تطبيق من تطبيقات السراميك ماتيريال في مجال الالكتريكال أو في مجال الكهرابي تطبيقاته في الحقيقة هذه التطبيقات زي ما احنا شايفين الجدول بيوضح الوظيفة الخاصة بالمواد السراميكية تطبيقاتها وإكزامبلز على بعض من المواد السراميكية التي تستخدم في ذلك ومن الغريب في هذه المادة السراميكية في المجال الكهرابي أنها تكون إنسليتورز أي مواد عازلة وفي نفس الوقت يوجد أنواع منها سوبر كونداكتورز أي يعني أشياء وعكسه في نفس الوقت إنسليتورز زي البروكلين وسوبر كونداكتورز زي المواد اللي سابقة الزكر اللي احنا علمنا عليه في مجال المجنيتك أي في مجال المغناطيسي ريكوردينج ميديا وسائد التسجيل في الروفلاوتز كريدت كاردس سيلكوليتورز أيزيليتورز انداكتورز ماجنيتك في الحقيقة في المجال المغناطيسي فإن المواد أو الوسائط التي نسجل عليها كشرائط الفيديو أو شرائط الكاسات المادة المغناطيسية الملصقة على هذه الشرائط هي من المواد السراميكية زي أكسيد الحديد اللي احنا شايفين برضو الكريدت كاردس أو الشريط الأسود اللي يكون موجودة على بطائق الاعتمان يكون برضو من رابع أكسيد الحديد وهو مادة مغناطيسية كما أننا الإيزيليتورز أو المواد العاسية المغناطيسية نصنع أيضا من المواد السراميكي والإنداكتورز اللي هي ملفات الحس المغناطيسي التي تستخدم في الأفران الخاصة بصهر المواد العالية للانسزار زي الصلب وما شاء في مجال الأوبتيكال أو المجال البصري فيبر أوبتيكس اللي أليها في البصرية الجلاسيز العدسات اللي هي الضوء الليزر واللايتينج اللي إضاءة كل هذه المواد تصنع من السراميك ماديريا على سبيل المثال الجلاسيز زي السيليكون أكسيد بيزد ليزر زي أكسيد الألمنيوم لايتينج زي أكسيد الألمنيوم والجلاسيز أما في مجال الأوتوماتف أو المحركات أو السيارات فإننا التطبيقاتها في الأكسجين سينسورز في والسيلز كاتاليست سبورد سبارك بلاكس تاييرز ويندو شيلد ويندوز في مجال السيارات في الحقيقة نجد أننا نصنع منها أو تطبيقاتها في مجال حساسات الأكسجين لأننا اليوم كما نعلم أن هناك معادلة لابد من حلها داخل مطور السيارة كم كمية من الأكسجين وكم كمية من الفاول حتى يتم إشعال دقيق أو كامل وتعطي أحسن سرعة وأحسن سرعة وبالتالي لابد أن يكون هناك حساس للأكسجين وللفاول سينسي وهي خلية الوقود التي تتحكم في كمية الوقود الداخلة إلى محرك السيارة سبارك بلاكس أيضا نعلمها وهي البواجي أو البوجهات التي تستخدم لإحداث الشرارة الأولى داخل محرك السيارة حتى تتم عملية الاحتراق أيضا توجد في السيارة في مجال الويندوز النوافذ الخاصة بالسيارة وهي مصنوعة من السيليكون أكسجين